هنا بعض من بقايا بلدة شبع الواقع على تماس مباشر مع طريق مطار دمشق الدولي من الجهة الشمالية الشرقية موقعها الاستراتيجي والهام دفع النظام لتسخير جزء كبير من قوته العسكرية لمحاولة السيطرة عليها فبدأ بقصفها بكفة أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران الحربية ما أدى إلى إحداث دمار كبير في منازل المدنيين وشبكات المياه والكهرباء وتدمير البنى التحتية للبلدة أخي الكريم نحن في بلدة شبعة مثل مشايف دمار كامل للبلدين مصفيا فيها لا محلات غزائية لا سكان ولا شيء يعني هون في تقريبا 40 عيلة لل50 عيلة فقر حاد لا عندهم أكل لا عندهم مواد غزائية لا عندهم أي شيء بيوت الله هي الأخرى لم تسلم من بطش النظام بل نالت نصيبها من القصف والدمار حتى فرن البلدة الوحيد لم يسلم أيضا من الدمار في ظل حصار خانق تتعرض له الغوطة الشرقية يشمل منع دخول مادة الطحين والمواد الغذائية والتموينية الضرورية للاستهلاك اليومية الباقون من الأهالي هنا يقولون إن حجم الدمار تجاوز الـ 75% حيث يستمر القصف العنيف بشكل يومي في حين تستمر أصوات المدافع وصواريخ الطائرات تدوي في أرجاء البلدة لم ألاقيه لا خبز لا مي حتى الكهرباء ولا خزان كهرباء الساعته موجود مكانه الغذاء يعني عم ندبرهم من هون من هون تسكيت الجوء مثل ما بقولوا بالعامية يعني وانت شفت الأوضاع وشفت محلات غذائية موضالة لولا محل غذائي بالبلدة كلها صاغ شي اللي احترق شي اللي انسرق اقتحام أول بلدة للجيش شي دمار نهائي بالميق والطائرات الحربية والهاوين وفوزليكا تكمن معاناة أكثر من أربعين عائلة قرروا البقاء هنا لعدم وجود مكان ينزحون إليها تكمن في غياب مظاهر وشعائر شهر رمضان المبارك بسبب تدمير المنازل والمساجد أنا أعلم شهر رمضان عام نعاني كتير وما عاني شي يعني شهر رمضان مثل ما نكون شايفي لا في مثل أول العالم فرحاني ما في شي لا أكل لا شرب لا شي هادي عم نصوم نشرب نطر على المي ما عنا شي بنوب 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 يعني شهر رمضان تعيز تعيز جدا جدا لا في مواد غزائية لهم مواد تموينية ما في شي عنا يعني ما في شي بنوب بنوب ما في غير الدوار والخراب ذكريات هذا الشهر الكريم في الماضي كانت تعني الكثير لهؤلاء الأهالي الذين كانوا يملؤون الحارات والشوارع والبيوت بالفرحة هذه الفرحة تبددت الآن وأصبحت أينما وليت وجهك لا تجد إلا دمارا وخرابا ترجمة نانسي قنقر